موسيقى في الثاني عشر من رمضان من عام 2011 اتخذت تركيا إجراءة غير معتادة على طول حدودها مع سوريا من بينها استدعاء الضباط المتقاعدين الاحتياط بالجيش للخدمة في المحافظات الحدودية تحسب لما تتوقعه من تدفق كبير للاجئين السوريين الهاربين من الاضطرابات في بلادهم كما تم نشر المزيد من العناصر الأمنية بالمواقع والقواعد العسكرية المهمة والاستراتيجية وقد تمركز أغلب الضباط المتقاعدين الذين تم استدعاءهم بالقرب من الحدود مع سوريا فيما تضعفت الإجراءات الأمنية بقاعدة اسكندرون البحرية في حين وصل عدد السوريين اللاجئين إلى سوريا إلى 7239 شخصاً وبالإضافة إلى تدفق الكبير المرتقب بات هناك قلق من إمكانية تدخل حلف شمال الأطلسي النيتو في سوريا وتحدث خبراء عن اعتقادهم أن يفوق عدد اللاجئين السوريين إلى تركيا كل التوقعات وذلك في ظل ظروف تشهد فيها السوريا مذ منتصف آذار مارس الماضي مظاهرات تطالب بالإصلاح وبإسقاط النظام قتل خلالها المئات وفر الآلاف إلى الأراضي التركية والبعض إلى الأراضي اللبنانية وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن في الثانية عشر من رمضان من العام نفسه دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الدول التي تشتري النفط من سوريا أو تبيع لها السلاح إلى قطع هذه العلاقات وأكدت كلينتون أن الشيء الضروري بالفعل للضغط على الرئيس بشار الأسد هو فرض عقوبات على صناعة النفط والغاز ودعت كلينتون روسيا لوقف بيع الأسلحة للنظام الأسد حيث قالت ما علينا حقا أن نفعله للضغط على الأسد هو فرض عقوبات على قطاع الغاز والنفط ونريد أن نرى أوروبا تتخذ مزيدا من الخطوات في هذا الاتجاه في الثانية عشر من رمضان من عام 2012 أعلن في القاهرة ولادة ائتلاف جديدة للمعارضة السورية يحمل اسم مجلس الأمناء الثوري السوري كلف المعارض هيثم المالح بتشكيل حكومة سورية انتقالية وعقد مجلس الأمناء الثوري السوري مؤتمره التأسيسية في القاهرة وفي خسام أعماله أعلن هيثم المالح أن هذا الاتلاف الذي يضم معارضنا غير حزبيين طلب منه تشكيل حكومة انتقالية مقرها القاهرة وقال المالح كلفني الإخوة بقيادة حكومة انتقالية وأن أبدأ بتشاور مع المعارضة في الداخل والخارج معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب من التعاون مع المعارضة في الداخل والخارج لتشكول حكومة انتقالية وكان المالح قد استقال من المجلس الوطني السوري المعارض في الثالث عشر من آذار مارس الماضي منتقدا أداء هذا المجلس في الثانية عشر من رمضان من العام نفسه حذر الاتحاد الأوروبي من انزلاق سوريا إلى مأساة إنسانية على نطاق واسع تعيد ذكريات مروعة وقعت في غسلافيا السابقة وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية كريستالينا جورجيفا في بيان لها ضرورة بدل جهود لمنع حدوث ذلك من أجل الأشخاص الذين يتعرضون لأعمال عنف يومية في سوريا ودعت طرفي القتال في سوريا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي من أجل إنقاذ المدنيين غير المقاتلين ناسيما النساء والأطفال كما حثت على فتح ممرات أمام المدنيين في سوريا بهدف مغادرة مناطق القتال بطريقة منظمة وأمنة وطالبت طرفي القتال إلى تطبيق أوقات تتوقف خلالها أعمال العنف بهدف فتح ممرات أمام المدنيين والقيام بعمليات إنسانية لإجلاء الجرحة وسلامة عمال الإغاثة وأكدت المسؤولة بالاتحاد الأوروبي أن هناك انتهاكات للقانون الإنساني من بينها استهداف المرافق الطبية والموظفين الذين يحملوا الشعارات المنظمة الإنسانية الأمر الذي يشكل جرائم حرب وأشرت إلى أن المساعدات الإنسانية لا تمثل حلاً للصراع في سوريا ولكنها لا يجب أن تبقى رهينة للأزمة ونشدت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي التركيز على الأزمة الإنسانية في سوريا ودعم دعوتها بالالتزام بأوقات التوقف خلال القتال للقيام بالعمليات الإنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي في الثانية عشر من رمضان من العام نفسه أغلقت سوريا سفارتها في أستراليا بعد شهرين من قيم السلطات الأسترالية بطرد السفير السوري في كامبيرا وأعلنت السفرة على موقعها على الإنترنت أن السفارة السورية في كامبيرا أغلقت كما أكد ماهر دباغ القنصر الفخري لسوريا في سدن إغلاق السفارة إلى أنه رافض الكشف عن أسباب إغلاقها أو مصير موظفها الذين ذكرت أنباء أنهم يسعون للحصول على اللجوء السياسي في أستراليا وصف متحدث باسم وزير الخارجية بوب كار أن السفارة السورية اتخذت قرار إغلاق أبوابها من تلقاء نفسها وأن بعض موظفها يسعون إلى البقاء في أستراليا وهذا الأمر يعود إلى دائرة الهدرة في الثاني عشر من رمضان من عام 2013 كشفت وثيقة عن أن نظام السوري حشد في جبهة عدة قرب حلب أعددا كبيرة من المقاتلين اللبنانيين والعراقيين والإيرانيين حيث تشير الوثيقة إلى أن هناك خمسمائة إيراني وألفا وخمسمائة من مقاتل حزب الله اللبناني قد احتشدوا في محيط نبول والزهراء وأن البلدتين ذواتي الأكثرية الشيعية تتحصنن بوجه قوات الجيش الحر بعدد من المسلحين يصل إلى ما فوق خمسة ألاف رجل أما في الراشدين فيرتفع عدد عناصر حزب الله اللبناني إلى ألفين مقاتل ويحتشد إلى جانبهم خمسمائة عراقي إضافة إلى ألفين من قوات تابعة لجيش النظام وفي سفيري يتجمع ألفا مقاتل من الإيرانيين وحزب الله مجتمعين إضافة إلى خمسة ألاف جندي من النظام وهذه المنطقة لها أهمية كبيرة نظرا لوجود مصانع تابعة لوزارات الدفاع وهناك شبهات أن النظام السوري يجمع فيها مخازن للأسلحة الكيموية وكان جيش النظام استعمل هذه الأسلحة في هذه المنطقة ضد مقاتل الجيش الحر والأهالي أما في عفرين فهناك عدد لا يقل عن ألف مسلح كردي وبعضهم من خارج سوريا وتابعون لتنظيم حزب العمل الكردستاني وتؤكد الوثيقة أن هؤلاء المقاتلين بدأوا منذ حين في تقديم دعم عملائي لنظام السوري في الثاني عشر من رمضان من العام نفسه ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أربعة وأربعين سوريا واثنين من منجلادش بعد فحص أوراقهم وتبين عدم وجود أوراق إقامة أو جوازات سفر سريات المفعول لديهم ودخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة ما يستدعي ترحيلهم خارج البلاد كما اعتقلت أجهزة الأمن في الجيزة شخصاً سورياً جنسية بحوزته ملابس عسكرية أثناء قيادته سيارة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على اثنين أفرول عسكري تابع للقوات المسلحة فتم اختار جهاز الأمن الوطني وفتح تحقيق مثلك وكشفت التحريات أنه دخل مصر بجواز السفر المزور هذا وكانت السلطات المصرية قد حذرت في الأوينة الأخيرة من أن أي أجنبي يقترب من أماكن المضاعرات أو يشارك فيها سيتم ترحله من البلاد فوراً في الثانية عشر من رمضان من العام نفسه أفادت مصادر إعلام اللبنانية أن حزب الله نعى في اليوم ثلاثة من مقاتلي سقطوا خلال المعارك الدائرة في سوريا مضيحة أن هؤلاء المقاتلين ضمن كتيبة أنصار الحسين هم علي محمد وهبي علي صبح خلف وأيمن طحيني إلى ذلك شيع حزب الله أحد قادته العسكريين حسن علي الدعبول الملقب باقر في بلدته سلعة بعدما توفي متأثراً بجروح كان قد أصب بها في سوريا في الثانية عشر من رمضان من العام نفسه أعلن وزير الخارجية المصري الجديد نبيل فهمي أن بلاده ستعيد تقييم العلاقة مع سوريا التي تدهرت مع إغلاق السفرات في ظل حكم رئيس محمد مرسي مؤكداً أنه لا نية للجهاد في سوريا وقال فهمي في مؤتمر صحفي نحن نؤيد الثورة السورية وحق الشعب السوري في نظام ديمقراطي وكان حصل خفض للعلاقة بين البلدين لكن كل شيء سيتم تقييمه ولا أعني أنه سيحصل تغيير أو عدم تغيير مضحاً أن ما أستطيع قوله من الآن أنه لا نية للجهاد في سوريا وهذا رداً على المواقف السابقة في عهد مرسي وأضاف أن الحل السياسي هو الحل الأفضل لأنه الوحيد الذي يحافظ على السيادة السورية والكيان السوري وأننا سنسعى للحل السياسي وتمكن الأطراف من التواصل معنا وكان الرئيس المصري محمد مرسي الذي أزاحه الجيش عن السلطة أعلن منتصف حزيران يونيو قطع العلاقات تماماً مع النظام السوري وأكداً أن بلاده بدأت اتصالات مع دول عربية وإسلامية لعقد قمة طارئة لنصرة الشعب السوري ترجمة نانسي قنقر